تقدمت مصر بخالص التهاني لدولة ماليزيا الصديقة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال وأكدت الخارجية في بيان لها أن القاهرة تتمن شراكتها مع ماليزيا وتسعى إلى الدفع بها إلى أفاق أرحب من أجل المنفعة المتبادلة لكل البلدين والشعبين الصديقين واحتفالا بيوم الاستقلال تم تنظيم عرض عسكري حضره ملك البلاد السلطان إبراهيم اسكندر في العاصمة الإدارية وتجاية للمرة الأولى ويوافق اليوم الذكرى السابع والستين لاستقلال ماليزيا عن بريطانيا ويجذب الحدث ألف المتفارجين من جميع أنحاء ماليزيا